سبحانك يا لا إله إلا أن الغرف الغرف خلصنا إلى النار يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أسماء القرآن وصفاته في هذه الحصة وفي هذه الدقائق نريد أن نتحدث عن الإسم والصفة والفرق بينهما مقدمة بسيطة هناك خلط وهذا الخلط بصراحة شديدة موجود حتى في الكتابات والمباحث عند البعض بين الأسماء من جهة وبين الصفات من جهة أخرى أكثر من ذلك ليس الخلط فقط على مستوى المفهوم لا أيضا فيما يرتبط بالمصاديق لأنه إذا كان خلط بالمفاهيم وفي التعريفات بين الأسماء والصفات أيضا على مستوى المصاديق أيضا يوجد خلط فأحنا عدنا مبحث موجود في علوم القرآن اسم أسماء القرآن وصفات ولو تروح تطالع هذا المبحث في الكتب راح تجد حقيقة ما أتكلم بي الآن حقيقة الخلط بين الأسماء من جهة وبين الصفات من جهة أخرى منهم من تحدث عن خمسين وصف للقرآن منهم من تحدث عن تسعين وصف للقرآن منهم من تحدث عن اسم واحد للقرآن منهم من تحدث عن أربعة أسماء للقرآن إذن حقيقة هذا المبحث مبحث الأسماء والصفات للقرآن الكريم يعيش حالة ما أقول الفوضى لا يعيش حالة الإرباك والتداخل هناك فرق بين الفوضى وبين الإرباك والتداخل هذا المبحث أسماء القرآن وصفاته يعيش هذه الحالة حالة الإرباك حالة التداخل على مستوى المفاهيم وعلى مستوى المصادق نحن نتحدث عن اسم القرآن وصفاته على مستوى أبعد من ذلك يوجد هناك أسماء لله تبارك وتعالى في علم الكلام وهناك صفات الاسم وصفة بالدراسات النحوية أيضا موجود إذن هذا العنوان البحثي هذا العنوان البحثي إلى مواطن نشوء مواطن ينشأ من عند هذا العنوان قد تختلف هذه المواطن تختلف هذه التعريفات من علم إلى علم آخر يوجد هناك كلام في العلوم النحوية عن الأسماء والصفات يوجد هناك كلام وتحديدات وضوابط مختلفة في علم الكلام عن الأسماء والصفات وكذلك فيما يرتبط بعلوم القرآن أيضا توجد هناك ضوابط ومحددات معينة أو خاصة كذلك لهذه الأسماء ولهذه الصفات فنتحدث عن عنوان بحثي إلى مواطن يتواجد بها في العلوم النحوية في العلوم الكلامية في علم الكلام وكذلك في مبحث علوم القرآن خلينا نبدأ أولا بتعريف الاسم والصفة والفعل وبعد ذلك نتحدث بمقدار ما يسمح إن الوقت نتحدث عن الضوابط التي وضعت للتمييز بين الاسم وبين الصفة أولا نتحدث عن التعريف وبعد ذلك نتحدث عن الضوابط إذن الآن صار واضح صار واضح عملية الإرباك والتداخل في هذه الأسماء والصفات فيما يرتبط أنا أتحدث عن مباحث علوم القرآن لا أتحدث عن علم الكلام والحديث عن الأسماء والصفات هناك ولا أتحدث عن ما يرتبط بمواطن نشوء هذا العنوان في أماكن أخرى أنا أتحدث فيما يرتبط بعلوم القرآن عندما أأتي إلى الاسم وكذلك إلى الصفة وشويهم خلأ أروح للمباحث النحوية فيما يتحدثون عنه عن الفعل يقولون الاسم ما دل على معنى في نفسه شوية داقة قوي ما دل على معنى في نفسه هو الذي خلي أغير الألفاظ لأنه نفس المعنى بس خلأ أغير الألفاظ الاسم ما أنبع عن المسمى شوف الاسم ما دل على معنى في نفسه الاسم ما أنبع عن المسمى ترى الفاظ متغيرة ولكن المراد واحد النظر أولا وبالذات إلى الذات التي ينطبق عليها هذا الاسم هذا خلوا هذا الآن خلوا الاسم ما دل على معنى في نفسه ما أنبع عن المسمى خلوا عدكم تعالوا إلى الفعل ما أنبع عن حركة المسمى عدنا خالد زيد عمر اسم ما دل على معنى في نفسه الفعل ما أنبع عن حركة المسمى قام ياه اللي قام المسمى زيد جلس ياه الذي جلس المسمى زيد فالفعل شي سوي ينبئ لك عن حركة معينة هذه الحركة يشار بها المن إلى المسمى زين الصفة شنو هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الفتح العلامة خلي نسمي الصفة علامة ما وقع ما وقع المسمى التفتوا لهذه النقاط جدا مهمة ما وقع المسمى تحت الإشارة لهذه العلامة واضح فإذن الصفة هو في الحقيقة الصفات أسماء الصفة دال على بعض أحوال المسمى يشير إلى المسمى في بعض أحواله إذن إلى الآن تبين عندنا معنى الاسم تبين عندنا معنى الفعل تبينت عندنا معنى الصفة وأنا أتمنى أتمنى من الطلبة الأعزاء هذه المباحث حقيقة أن يهضموها هضم ليش؟ لأن هذه المباحث تتكرر عندنا في أماكن مختلفة في مواطن مختلفة في مواقع مختلفة تتكرر عندنا هذه العناوين البحثية فأتمنى أتمنى من الأخوة أتمنى من الطلبة الأعزاء أخوة أو أخوات أن يهضموا هذه المباحث من خلال التوسعة من خلال المراجعة من خلال التطبيق لا تقرؤون فقط مفاهيم طبقوا هذا اسم هذا صفة هذا فعل الاسم اللفظ المأخوذ للذات بما هي هي الصفة عندما نتحدث عن الصفة لا تحكي عن حال من أحوال الذات وليس يشار بها إلى الذات بما هي هي فأتمنى من الأخوة أتمنى من الأخوات أن يهضموا هذه المباحث لأن هذه المباحث قابلة للتكرار في أكثر من مكان وذكرت هناك مجموعة بصراحة مجموعة من الضوابط ذكرت للحديث عن الأسماء والصفات النقطة الأولى التي تحدثنا عنها تعريف الاسم تعريف الصفة تعريف الفعل وإن كانت هذه التعاريف هذه التعاريف لها يعني الفاظ متغيرة الفاظ متعددة ولكن مراداتها واحدة الاسم الاسم ما دل على الذات بما هي هي الصفة ما دل على حال من أحوال الذات الفعل ما دل على حركة من حركات الذات هذا فيما يرتبط بالتعاريف لكن خلقاً لكن خلقتي إلى الظوابط التي وضعها العلماء للتمييز بين الأسماء والصفات طبعاً هذه الظوابط التفتوا إلى نقطة جداً مهمة هذه الظوابط تختلف من مكان إلى مكان من عالم إلى عالم ممكن يضيف ممكن يحذف ممكن يناقش في بعض الظوابط ممكن تختلف لكن أنا سأتحدث عن مجموع المشتركات التي وضعها العلماء في مباحث متعددة في مواطن مختلفة للتمييز بين الإسم وبين الصفة الظوابط الأولى قالوا أن الأسماء تشتق أو يشتق منها صفات إذا واحد يسألك الصفة من أين تشتق يقول تشتق من الأسماء الصفات تشتق من الأسماء أو لا تشتق الأسماء يشتق منها الصفة اسم يشتق مننا الصفة الصفة تشتق من الأسم لا هذا الظوابط الأول هذه القاعدة الأولى خلي أسميها قاعدة الاشتقاق للتمييز بين الأسماء والصفات الأسماء يشتق منها صفات أما الصفات لا يشتق منها أسماء شوي خليني أفتح نافذة بحثية وأنا قلت لكم أنه نوافذ بحثية نفتح بالبحث هنا أكو مسألة هذه النافذة البحثية أكو مسألة مهمة أنه الكلام مشتق لو ما مشتق كل كلام مشتق لو ما مشتق أي كلم مشتق لو ما مشتق أكو نظريات هنا بعض قالوا كل كل مشتق بعض قالوا لا بعض مشتق وبعض ليس بمشتق هذه خلوها النافذة البحثية استفيدوا من عدها راجعوها تأكدوا من هذه النظريات المشتق وقع بحث فيه وقلنا بعض الكلام مشتق نظرية تقول منه أصل الاشتق أصل الاشتق المصدر له أصل الاشتق الفعل هنا هم كو نظريات أهل البصرة وتعدي المدارس هاي المدارس النحوية قرأناها في علم النحو أهل البصرة قالوا المصدر أصل الاشتق المصدر أصل الاشتق والفعل مشتق من المصدر الأهل الكوفة الكوفيون ماذا قالوا؟ قالوا بالعكس مو المصدر أصل الاشتقاق الفعل أصل الاشتقاق والمصدر مأخوذ من الفعل شوفوا على طرفين نقيض يعني نتحدث عن نظريات على طرفين نقيض أنا هذه نافذة بحثية في تحت الكيغ وش قد مهمة مباحث علوم القرآن وش قد مهمة هذه النوافذ البحثية اللي تدخل كعامل أساسي مغير في بعض مباحث علوم القرآن الكريم فإذن توجد نظريات فيما يرتبط بأصل الاشتقاق المصدر الأصل كما ذهب إليه أهل البصريون أو الفعل الأصل بالاشتقاق كما ذهب إليه أهل الكوفة المدرسة الكوفية هذا النزاع هذا الصراع هذا الكلام عندما نقول الفعل أصل الاشتقاق أو المصدر أصل الاشتقاق هذا لا تصوروا أنه نقول هكذا على مستوى الفتوى أو يقولون على مستوى الفتوى المصدر أصل الاشتقاق وخلص لا يذكرون أدلة على ذلك يذكرون توجيهات على ذلك يذكرون أمثلة على ذلك إن قلت قلت في هذا كلام كثير إحنا هنا فقط هذه نوافذ بحثية أمنية أخرى أمنيتي أيضا من الطلب الأعزاء أن يذهبوا إلى قراءة هذا المبحث منه أصل الاشتقاق المصدر للفعل أصل الكلم مشتق أو غير مشتق النظريات المطروحة شنو هذه النتائج منك تأخذها وتجي هنا تتحدث عنها تتحدث عنها وين؟ في علوم مختلفة واحدة من هذه العلوم هو علم أو علوم القرآن الكريم في مبحث الأسماء والصفات وممكن أيضا نستفيد منه في مباحث أخرى إذن هذه النافذة البحثية انغلقت خلص الاشتقاق وأصلة ومصدرة وفلان وكوفة وبصرة خلصت النافذة البحثية الضوابط التي وضعت للتمييز بين الأسماء وبين الصفات وهذا البحث حقيقة بحث متكامل وين تجده في علم الكلام في أسماء الله وصفاته هنا ناخذ فقط نتائج أو خلي نقول نحوم حول البحث ليش؟ لأنه ما يسمحنا الوقت والعنوان الدرسي الذي يجب أن نتعلمه هنا هو الفرق بين أسماء القرآن وصفاته وليس الغوص في أعماق هذا البحث الأسماء يشتق منها صفات الصفات لا يشتق منها أسماء هذا أول ضابط شرط قاعدة للتمييز بين الأسماء والصفات وضربوا أمثلة عندما نقول الرحيم اسم ما يشتق منها؟ صفات الرحمة شوف الأسماء يشتق منها الصفات ولكن لا يمكن أن نشتق من الرحمة الرحيم فإذن القاعدة الأولى أنا أعطيك قواعد القاعدة الأولى الأسماء يشتق منها صفات والصفات لا يشتق منها أسماء هذا واحد اثنين الاسم لا يشتق من الفعل هذه هم قاعدة ذكرت وإن كان ارتباطها ثانوي في ما يرتبط ب مباحث علوم القرآن ولكن أذكر الكياهة فقط تعال إلى الصفة تشتق من الفعل أو لا تشتق من الفعل الاسم ما يشتق من الفعل يحب فعل نشتق من المحب؟ لا أما الصفة تشتق من الفعل أو لا عندما تقول يحب تشتق من المحب أو لا تشتق من المحب تشتق من المحب فالضابطة الثانية القاعدة الثانية هذه أيضا مهمة جدا أن الاسم لا يشتق من الفعل ولكن الصفة أيضا ماذا تشتق أو لا تشتق؟ تشتق من الفعل بعد خلي أذكر لك ظابطة ثالثة وأغادر لك الظوابط الظابطة الثالثة شنو؟ الاسم يتعبد به هذه تطبيقية تفيدك والصفة لا يتعبد بها يعني شنو الاسم يتعبد به والصفة لا يتعبد بها شوف عبد الكريم عبد الرحيم عبد العزيز اسمه هاي تعبد يتعبد بها أما ما تقول عبد الكرم عبد الرحمة أي الصفات عبد العزة ما تقول عبد الرحمة عبد الكرم لا عبد الرحيم عبد الكريم هذا الظابط الثالث خلي أسميه القاعدة الثالثة للتمييز بين الأسماء والصفات فإذا صارت عندي ضوابط وقواعد خلي أسميها وشروط سميها ما شيء تسموه مشكلة تسميها وشروط أستطيع من خلالها أطبقها حتى أقول هذه صفة وهذا اسم واحدة الأسماء يشتقوا منها صفات والصفات لا يشتقوا منها أسماء اثنيا الاسم لا يشتق من الفعل والصفة تشتق من الفعل ثلاثة الاسم يتعبد به والصفة لا يتعبد بها أربعة خمسة ستة رهم أكبحت بس أنا لدي توقف هنا إذا رجعت إلى المصادر وأفتح لك باب لذكر المصادر المصادر الكلامية نافعة هنا اللي تتحدث عن الأسماء والصفات واللي طرحت هذا البحث بشكل كبير جدا ذكرت أيضا ضوابط أخرى مثلا الصفة تحمل على الموضوع لو ما تحمل الاسم يحمل على الموضوع لو ما يحمل أستطيع أن أقول زيد علم لو زيد عالم شوفوا هذه أيضا طرحت يلا الباب مفتوح باب علم الكلام وتفضلوا لمطالعة مطالعة أنا ما أقول روحوا تخصصوا مطالعة هذا البحث بشكل تفصيلي تبين إلى هنا أولا وجود الإرباك والتداخل فيما يرتبط بالأسماء والصفات سواء كان على مستوى الكلام أو على مستوى علوم القرآن بل في أماكن متعددة مواطن نشوء مختلفة ومتعددة ذكرناها يوجد هذا الارتباك وهذا التداخل والاشتباك هاي واحد ذكرناها بشكل واضح اثنيا عرفنا لكم الاسم الصفة الفعل وقلنا أن هذه التعريفات وإن تعددت ألفاظها تغيرت ولكن مراداتها واحدة هذه أيضا نقطة وقفنا في هذا الدرس ثلاثة هذه مسألة جدا مهمة ثالثة بيّلنا بيّلنا الضوابط الشروط القواعد التي يمكن وضعها حتى نعرف أو نميز بين أن هذه صفة وهذا اسم ندخل للتطبيقات تطبيقات الآن عندما تأتي في مباحث علوم القرآن مباحث علوم القرآن هذه المباحث التي بين أيدينا مباحث علوم القرآن عندما نأتي إلى هذه المباحث هذه المباحث أريد نسألها هذا السؤال أحنا عدنا أسماء القرآن وعدنا صفاته عرفنا في تعريف مفهومي للإسم للصفة للفعل عرفنا الضوابط أريد نعرف المصاديق أريد نعرف شنو المصاديق هذه أسماء القرآن وهذه صفات القرآن وين هذه الأسماء وين هذه الصفات ذكر للقرآن أربعة أسماء ذكر أنا جاء أقول ذكر هل ستقل لي أكو مناقشة بهذه الأربعة أسماء أي أقل لك إي أكو مناقشة منهم من قال اسم واحد فقط هو القرآن منهم من قال أربعة أسماء والفاصل بين صاحب القول الأول والقول الثاني أيضا توجد هناك أقوال القرآن قالوا اسم من أسماء القرآن هذا الكتاب المصحف الجامع لهذه السور واحد من أسماء القرآن وورد اسم ولفظة القرآن في الكتاب الكريم مرات كثيرة متعددة هذا واحد الاسم الاسم الثاني قالوا وليس صفه الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان هذا اسم يتكلم عن الذات راح أطبق أطبق لك الظوابط الذات بما هي هي يشير إلى الذات هو فرقان مصفة فرقان من سمى الفرقان اسم هكذا قال فواحد من أسماء المصحف القرآن الثاني الفرقان الثالث الكتاب ذلك الكتاب هذه صفه له اسم طبق القواعد شير إلى الذات بما هي هي وليس حال من أحوال الذات وكذلك الفرقان ليس حال من حال من أحوال المصحف هو أنه فرقان لا هو بذاته فرقان ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بعد بعد الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ الذكر محال من أحوال هذا الكتاب هذا المصحف لا الذكر هو ذات الكتاب فإذا فإذا شو عندي عندي هذه أسماء ثلاثة أو أربعة واحد أو اثنية لأن اختلفت الأقوال قرآن ذكر فرقان فرقان كتاب فرقان كتاب أما الصفات فحدث ولا حرج في القرآن الكريم من الصفات بعضهم ذكر خمسين خمسين صفة بعضهم ذكر تسعين صفة بعضهم ذكر أكثر أقل فالحديث عن الصفات حديث واسع هسه رح يأتي في درس آخر معاني هذه الأسماء ومعاني هذه الصفات أنا جاي يتحدث عن فقط المصاديق لأن هذه الحصة مخصصة فقط لتعريف الاسم والصفة والفرق بينهما وذكر بعض المصاديق تبين الآن بشكل واضح حالة الإرباك والتداخل في هذه العناوين الأسماء والصفات اثنين تعريف الاسم والصفة والفعل اثلاثة بيان الضوابط والشروط للتمييز بين الأسماء والصفات أربعة ذكر الأقوال في المصاديق بعضهم قال فقط القرآن اسم للمصحف الشريف بعضهم قال لا القرآن الفرقان الذكر الكتاب ذن أسماء المصحف الشريف هذه الألفاظ تشير إلى الذات بما هي هي ولا تشير إلى حال من أحوال الذات وإنما كل ذات القرآن هو فرقان الفرقان الكتاب الذكر القرآن تشير تشير هذه الألفاظ إلى الذات بما هي هي وليس تشير إلى حال من أحوال الذات كما حال باقي الصفات نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق نا وإياكم لخدمة هذا الكتاب العزيز ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتبصرين بهذه المباحث الخادمة للقرآن وأن يجعلنا وإياكم من السائرين على درب الإسلام المحمدي الأصيل والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر